أخونا الأمر أن تسيبهم فتنة ويسيبهم عذابا أليم ويقول أيضا وما آتاكم الرسول فخضوه وما نحاكم أنه فانتقوا واتقوا الله إن الله الشديد الإقاب وعلى آله وصحابته غور الميامين أما بعد يا إخوة الإيمان والأقيدة وحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول تبارك وتعالى في حق هذا البيت الأتيق وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنه هذه الكلمة تعتبر رموضا أو نبرسا من الله تبارك وتعالى على الخلق جميعا ثم بينا في آيات بينات مقام ومن دخله كان آمنة كلمة الأمانة دخلت في أماكن عدة في القرآن الكريم وذكر تبارك وتعالى لعلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوء وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف هذه الآية الكريمة أو آيات التي قرأناها ترشيدنا على أن الله تبارك وتعالى خفظ هذا البيت حفزا لا يكاد أحد يساويه ثم يوم الذي حاجر رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ذكر الأحادث كثيرة حتى بينا بما رأى أحمد في مسنده لأن في المدينة القاب لا يدخلها إبليز ولا يدخلها الوباء أو الطاعون أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن حكومة الرشيدة في مملكة سعودي كانت تحفظ وتخدم لهذا البقع المباركة ونشكركم جميعا ألا ما يبذلونه من قصار جهدهم من الخير والفضل ومن الخدمات التي لا تكاد أحد ينسها إلا أن والله تبارك وتعالى أن يجدهم بأحسن الجزاء ولكن مما وقع في هذه الوقت نهوى هذه البيروسات وقد تعجب كثيرا من الناس ألا أن بعد حبز الله تبارك وتعالى لا حبز بعده ونتذاكر الحديث ونتذاكر التاريخ روية قول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن أبد المطلب جاء واحد يسمى بأبرهة ليحدم كعبة وأخذ العبل لإيش لأبد المطلب لا لشيء إلا ليكون غنيمة له ولكن لما ذهب أبد المطلب إليه وقال ماذا تريد مني وقال إنني أريد أن أحدم بيتكم الذي يكونوا تعبدون وقال إن البيت له رب يحني إنه له بيت إنه له رب يحني أما اللبل ولله في يدي لذلك وقال لا أحد يحمي هذا البيت مني ولما أخذ أبد المطلب ما إله من العبل ذهب إلى الكعبة ولما ذهب إلى الكعبة ضعف ودأ ودأ الله تبارك ودأ الله تبارك ودأ أن يحمي بيته إن دل هذا ألا شيء إنما دل ألا قول ببيتة محمد يتفكر الإنسان أن يكون له رب يحمي بقعبة وكيف ندينه إن دل القرآن وإن دل بيثة محمد صلى الله عليه وسلم ويحجز البيت كيف يحجز البيت بعدما أن الله تبارك ودأ الله يحمي بيته ولذلك نرى من هذا الوقت أن نشكر صاحب خدم الخرمين الشريفين بما يبدو من قسارة جهده أما هذه البيروسات لا تمنعنا ولا يكون إلا خسارة لأصحاب الطائرة أصحاب المطأم وأصحاب المشرب وأصحاب كل ما يكون له خدمة لهذا الدين لا أهد يجد ما يعمل إذا كان هذا إنه درر ليس لمملكها بصفة آمة بل للعالم كله بل للعالم كله ولذلك نرى أن يكون في هذا الوقت ندو والله تبارك وتعالى أن يجزي خدم الخرمين الشريفين وأن يتيها وأن يسامها وأن يطلق سراها كل من أراد أن يأتي إلى هذه البقعة المباركة حفزا لما قال الله تبارك وتعالى وآمنهم من خوف ولنا زمزم ولنا الملتزم ولنا الكعبة مشرفة ولنا الدعوة المستجابة إن ده وكيف يمنعنا من دخول هذه المكان وإن البلد صاحب 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 السمو الملكي أو خدم الخرمين الشريفين نسأل تبارك وتعالى أن يعينه وأن يطلق السراها لكل من أراد أن يأتي إلى هذه البقعة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى تولى حماية هذا البيت قبل بعثة محمد ولما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال رب هذا البلد آمنا ما دام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام داء وأن الدعوة الأنبياء مستجابة وأن الدعوة الأنبياء مستجابة وداء رسول صلى الله عليه وسلم والحبز لهذا البقعة حتى أن الطيور إذا كان فيهم أمراض يمشون على فوق القعبة وإنهم يشفون وكل هذه الأملية نرى أن دسائس اليهود ومكائدها وقال سمين أن الله تبارك وتعالى يقول ولم ترضى أنك اليهود ولا النسار حتى تتبع ملته ويقول أيضا في حقه أن تدعى أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله ولذلك نرى أن هذه الدسائس أو المكائد لم يكن إلا دسائس تندسوها لحرب الإسلام والمسلمين ونرى أن يكون لمملكة وحكومتها الرشيدة أن تعتبر بهذا على أن تسامح لكل من يريد أن يأتي إلى الحج ولا سيما أن الرمضان قد قرب لأداء مناسك الأمر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتمر في الرمضان كأن ما حج معي وهذا فرد الكريم وشرف الكبير ونسأل الله تبارك وطالا أن يحفظ كم ويحفظنا جميعا والسلام عليكم